شرعت مديرية المرور العامة في أربيل بإطلاق حملة واسعة لمصادرة الدراجات النارية غير المرخصة حيث أشارت إلى أن 90% منها بلا أوراق رسمية أو قد تكون مزورة أو تدخل الإقليم عن طريق التهريب أكبر مشكلة عندنا بالدراجات عندنا كثير من الدراجات اللي داخل الإقليم أو داخل العراق بطريقة غير قانونية واللي ما تحمل منافسات ولهذا نمر بالمفارس نصادر هذه الدراجات وطبعا من تكبر الكمية المصادرة نأخذ أمر من الوزارة نقوم بإطلاق هذه الدراجات حتى لا ترجع غير مرة للشوارع وتسبب حوادث مرورية أثارت هذه الإجراءات تدمر واسعة لدى أصعابها مطالبين بإصدار وثائق رسمية وإجازات سوق لهم بدل مصادرتها فضلا عن تنظيم عملية استيرادها من المنافذ الحدودية باعتبارها الوسيلة الوحيدة في تنقلهم وأرزاقهم يشتغلون بها يبيعون بطايع مثلا خضروات شغلات نرجو من الحكومة من مديريات المرور والقمارك يسجلوها ويطول الإجازة الرسمية للدراجات حتى لا يلزموها بالشارع ويمنع قانون المرور العام المعمون به حاليا والملتزمة به أربيل قيادة غير العراقي لتلك الدراجات فعلى وضعها الحالي لا تستطيع أجهزة المرور محاسبة المخالفين لعدم وجود بيانات كافية عن تلك الدراجات لدى دوائر المرور قبل عشرة سنوات كانت حكومة تقريم كردستان تستورد هذه الدراجات النارية وتمنحها أرقام أصولية اليوم تتساعد المطالبات بتنظيم عملية استيرادها للسيطرة على المخالفات والحوادث التي تتسبب بها بشير الحسن قانعة الفلوجة